روسيا تؤكد حضورها المؤثر في المشهد اليمني الملتهب هذا ما كشفت عنه مداولات الساعة الماضية في مجلس الأمن والتي أفضت لاعتماد مشروع القرار الروسي بدلاً من مشروع القرار البريطاني اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2402 الذي قضى بتمديد تدابير عقوبات مفروضة على الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية في اليمن بموجب القرار 2140 حتى الـ 26 من شهر فبراير من العام المقبل اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2402 ويؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقابي مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المندوب البريطاني أكد خلال مداولات مجلس الأمن ضرورة عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف الباليستية من اليمن بما يهدد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما اعتبره فشلاً من جانب إيران في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف الباليستية وغيرها للحوثيين وحليفهم السابق صالح وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين وفي حين أكد المندوب الروسي تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني فإنه شدد على أن بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلب إجراء مزيد من التحقوق والمناقشات في لجنة العقوبات وزير الخارجية السعودي عدل الجبير كان قد استبق اعتماد القرار الجديد بشأن اليمن باتصال أجره مع نظيره الروسي سرغي لافروف في مسعى هدف من خلاله على ما يبدو على إقناع موسكو بالموافقة على مشروع القرار البريطاني فشل المسعى البريطاني لإدانة إيران أبقى طهران بعيدة عن تداعيات الطورات المقلقة للاشتباك المسلح الذي يجري في اليمن وتجاوزت تأثيراته الحدود لتصل إلى الرياضة ونتيجة هذا الفشل جاء قرار مجلس الأمن روتونيا وتقنيا كما أرادته روسيا الأمر الذي يبقى الساحة اليمنية مجالا محتملا لصراع الإرادات الدولية والإقليمية في ظل المراوحة الراهنة للمهمة العسكرية للتحالف وانحرافها الخطير الذي يهدد بتقويض السلطة الشرعية والدولة اليمنية برمتها